أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح أتكلم عن تأمل كتير كتير مهم بعنوان لا تنزل ناراً على المعارضين عاوز أقرأ بعض الآيات من الإنجيل المقدس من بشارة لوقة رح أقرأ من الإصحاح التاسع ومن آية 51 وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشاليم وأرسل أمام وجهه رسلاً فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجهاً نحو أورشاليم فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويحنى قالا يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نار من السماء فنفنيهم كما فعل إلي أيضاً فالتفت وانتهروم وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص فمضوا إلى قرية أخرى أحبائي يمكن كتير من الناس اللي بشاهدونا عندهم هذا الدوافع المحبة الخاطئة أو أفكار مغلوطة والبعض يصل به إلى أفكار مظلمة قلبياً يعني فعلياً هو لا يستطيع أن ينزل نار لكن قلبياً يريد أن ينزل نار وتأكل وتحرق الزنادق والكفرة إلى آخره أي كل شخص يعترض أو كل شخص عنده فكرة تانية أو عنده مبدأ تاني مش ماشي على نفس المبدأ خلينا ننزل نار حتى تحرقه ودائماً هذه الوسيلة هي أضعف الوسائل ودائماً إحنا بنقول في أسهل وسيلة للدفاع عن الدين هو الهجوم على الآخر حتى يخبي العيوب ويخبي الأخطاء وطبعاً الضعفات الموجودة عنده لأنه كثير مرات لما بنتكلم بالحق أو منحاول نظهر النور هذا اندل على شيء بدل أنه الحق هو اللي يحرر والحق هو اللي يقود الإنسان إلى الحرية الكاملة وإلى الشفاء الكامل لكن إذا كان إنسان مصر بعناد على الظلمة وعلى محبة مجد الناس وعلى دفاع باطل يدافع عن شيء أرضي ولكن ينتهي بأبدية مخيفة ومريعة هذا طبعاً عين الجهل فأيام المسيح كان في عداء بين السامريين وبين اليهود وواضح إنه المسيح كان رايح لأورشاليم وطبعاً القرية ما استقبلت الرسل يعني ما استقبله يسوع لأنه بكل بساطة رايح لأورشاليم ولأنه رايح لأورشاليم فإذا كان فيه تعصب ديني وتعصب عرقي بين السامريين وبين اليهود لكن في هذه الآيات اللي قرأتها أحب أن نشوف عدة أمور الرب يسوع المسيح حاربها أول شي حارب المسيح العنصرية العنصرية الدينية طبعاً هذه العنصرية كانت واضحة إذا بتتذكروا قصة المرأة السامرية عندما طلب المسيح ماء قالت له كيف تطلب مني وأنا امرأة سامرية والسامريين واليهود لا يعملون السامريين يعني الطلب يشرب الماء فكانت مستغربة من هذا الوضع طبعاً يذكر الكتاب هذه الحادثة لا ليهين السامريين ولا ليكرم اليهود والفرسيين ولكن ليظهر أن الله هو ليس عنده محابة الجميع سواسية أمام الله منختلف لكن هنا يأتي دور التبشير والدعاء ويأتي دور الكلام والحوار وطبعاً يأتي دور الحق والنور الذي يعلن من خلال الرسالة دايماً العنصرية بتسبب مآسي ومعاناة كم من الشعوب اللي هلكت واندثرت كم من الحروب التي قامت بسبب عنصرية وبسبب كراهيتهم أحدهم للآخر بكل بساطة أنا بكره هذا الشعب فصار عندي ضغيني صار عندي حقد والرسول يحن نتكلم عن هذا الموضوع من يبغد أخاه فهو قاتل نفس يعني حتى البغضة هي عبارة عن قتل نفس فالمسيح حارب العنصرية شيء تاني المسيح حارب العنف طبعاً كان جوابهم ردة فعل إنه كيف بيعملوا فينا هكذا وانت يا رب يسوع شفيت مرضى وعملت أمور عظيمة في السامرة ونهضات وانت علمت عن التسامح هيك استقبالهم فالمسيح علم عن الرحمة والمحبة والتسامح فهو حارب العنف قال يسوع المسيح يعني لستما تعلماني من أي روح أنتما يعني هذه ليست روح المسيح هذه ليست طبيعة المسيح هذه ليست دوافع أو فكر المسيح لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير والمسيح علم أحب أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسئون إليكم في مرة يسوع في بستان جتسماني وهو يتألم قبل الصل جاءوا ليقبضوا على يسوع المسيح فاستل بطرس السيف وضرب وقطع أذن عبد رئيس الكهنة قال له يسوع رد سيفك إلى غمده الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ هذه ليست طبيعة المسيح ليست روح المسيح وإذا أردنا أن ننتقم لأنفسنا العين بالعين لأصبح كل العالم أعرج وإذا أردنا أن ننتقم لأنفسنا بالعنف العالم مش رح ينتظر طويل رح يكون خلال سنوات ينتهي العالم لأنه العنف يولد عنف والدم يولد دم وشيء طبيعي بتشوفه في كل الدول اللي بتستخدم العنف هي دول غير مرتاحة هي دول خائفة هي دول ذات قوانين أحادية يعني بتيجي من طرف واحد لكن بحط كل الضغط على الشعب لأنه في عنده خوف مش عايش التسامح ولا عايش الشهادة الحسنة أو الكلام الحسن والموعظة الحسنة أمام الناس فإذن العنف دائما ينتهي بعنف حارب المسيح أيضا شيء ثالث وكتير كتير مهم حارب المسيح طبعا الدوافع الخاطئة في استخدام كلمة الله يعني استخدموا إلي أتريد أن ننزل نار من السماء كما فعل إليا لكن صياق الحديث في العهد القديم بيختلف عن العهد الجديد في أيام إليا كان الملك أرسل وراء إليا كان بمؤامرة بمكيدة ولأن إليا رجل الله ونبي الله كان يعرف القلوب وكان بيعرف في الغيب وكان بيفهم شو اللي راح يحدث فطبعا أنزل نار وأحرقت رؤساء الخمسين مع كل الجنود فإذن المسيح حارب العنصرية حارب العنف حارب الدوافع الخاطئة لاستخدام الكتاب المقدس وهذا ما نشوفه كتير اليوم في ناس بتستخدم الكتاب المقدس لمصلحتها بتستخدم الكتاب المقدس حتى تبرر أنفسها بتعرف مين أشتر واحد في استخدام الكتاب المقدس؟ الشيطان الشيطان لما جرب يسوع المسيح كان دائما بيستخدم لأنه مكتوب لكن المسيح أجاب أيضا بالمكتوب وانتهر الشيطان والشيء اللي عاوز أقوله فيه يعني شيء مهم جدا إنه إيه هي الدوافع اللي إحنا بنستخدم فيها كلمة الله ومرات كتير منخلط بين الحكمة وبين الخوف منخاف نبشر فمنحطها تحت الحكمة وبعدين منصير نقتبس آيات بعدين شيء آخر كيف ممكن نبشر الناس إذا أنا قلبي ما فيه محبي واللي بحب ما عنده خوف أو هل أنا بتكلم لمصلحة خاصة أو أنا يعني كبرياء جرح واعتبار جرح فأريد أن أنتقم ولا أسلك وأتصرف بقلب يسوع المسيح الشيء اللي لفت انتباهي في كل القصة مكتوب فالتفت وانتهرهما يعني ما قالش يا يعقوب يا يحنى يا بطرس إلى آخره هذا مش كلام عيب إحنا لا لا خلاص مش عاوزين إحنا ممكن نغير الاتجاه ما بيصحش ما بينفعش لكن التفت وانتهرهما حتى لا تكون أي فكرة داخلية حتى كل يعني شيء خاطئ كل دوافع خاطئة من عنف وعنصرية ودوافع خاطئة يتحرروا منها بالكامل وهكذا أحبائي المسيح بيتعامل أحيانا بعمليات جراحية في قلوبنا حتى نمتلئ من محبته وهي المحبة هي بالروح القدس علج الموضوع بحسب تعامل يعني من قلب طاهر مع هذا الموضوع إنه الناس مش شايفة كل القصة ولكن حدست بعد قيامة المسيح نهضة عظيمة في منطقة السامريين أحبائي إحنا مدعوون لا أن ننزل نار على المعارضين بل أن فعلا ننزل يعني كلمات الله اللي فيها نعمة وفيها محبة وفيها حكمة اللي بتغير الناس الرب إباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر